اشتركوا في القناة السؤال الأول أصل بخط كل عدد مكتوب بالحروف بالعدد المكتوب بالأرقام لدينا على اليمين أعداد مكتوب كتابة حرفية وعلى اليسار أعداد مكتوب كتابة رقمية أصل بخط كل عدد مكتوب بالحروف بالعدد الذي يناسبه المكتوب بالأرقام السؤال الثاني أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر أي الترتيب التناقصي دائماً نبدأ الترتيب من اليسار إلى اليمين من الأكبر إلى الأصغر أي سوف نبدأ بالعدد الأكبر بكتابته على اليسار ثم العدد الأصغر منه إلى أن نصل إلى أصغر عدد على اليمين السؤال رقم ثلاثة أحسب المجموع واحد وثلاثون زائد اثنى عشر نحافظ على الوضع الصحيح للعملية الوحدات تحت الوحدات ثم العشرات تحت العشرات ونقوم بإنجاز العملية سبعة وستون زائد ثلاثة وثلاثون ثلاثة وعشرون زائد ثمانية عشر السؤال رقم أربعة أضع علامة تحت أطول شمعة نلاحظ الشموع ثم نضع علامة تحت أطول شمعة السؤال الخامس إلى كم تشير الساعة؟ نلاحظ الساعة الموجودة على اليسار ثم نجيب تشير الساعة إلى تابة أيام الأسبوع لدينا يوم الثلاثاء ما هو اليوم الذي قبل يوم الثلاثاء؟ نكتبه هنا اليوم الذي يأتي بعد يوم الثلاثاء؟ نكتبه هنا ثم الخامس ثم اليوم الذي بعده ثم اليوم الآخر وآخيرا يوم الثلاثاء نحن الثلاثاء نحن الثلاثاء الثلاثاء لاحظوا جيدا الطريقة لصدرك التعثرات التي كانت لديكم السؤال الأول أصل بخط كل عدد مكتوب بالحروف بالعدد المكتوب بالأرقام لدينا الأعداد التي على اليمين مكتوبة كتابة حرفية والأعداد التي على اليسار مكتوبة كتابة رقمية يجب أن نصل الأعداد المكتوبة كتابة حرفية بالأعداد التي تناسبها المكتوبة كتابة رقمية ستة وخمسون نبحث عن العدد المكتوب بالأرقام الذي يناسب ستة وخمسون لدينا تسعة وسبعون ستة وخمسون إذن نصل ستة وخمسون بالعدد ستة وخمسون المكتوب بالأرقام ثلاثون نبحث عن الكتابة الرقمية التي تناسب ثلاثون تسعة وسبعون ستة وخمسون ثلاثون نصل ثلاثون الحرفية بثلاثون المكتوب بالأرقام تسعة وسبعون نبحث عن الكتابة الرقمية المناسبة لها تسعة وسبعون إذن نصل تسعة وسبعون بتسعة وسبعون الرقمية السؤال الثاني أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر دائما عند الترتيب أبدأ من اليسار إلى اليمين لدينا الترتيب من الأكبر إلى الأصغر أي الترتيب التناقصي سوف أبدأ بكتابة أكبر عدد على اليسار ثم العدد الأصغر منه إلى أن أصل إلى أصغر عدد على اليمين لدينا هذه الأعداد فهي مكونة من رقمين دائما عند الترتيب أقارن رقم العشرات أبدأ بمقارنة أرقام العشرات هذه الأعداد مكونة من رقمين رقم الوحدات ورقم العشرات سوف أبدأ بمقارنة أرقام عشرات هذه الأعداد لاحظوا معي 48 رقم عشرات هذا العدد هو 4 65 رقم عشراته هو 6 41 رقم عشراته هو 4 450 رقم عشراته هو 5 43 رقم عشراته هو 4 56 رقم عشراته هو 5 إذن أكبر رقم عشرات هو 6 وبالتالي أكبر عدد هو العدد الذي لديه أكبر رقم عشرات إذن 65 هو أكبر عدد من بين هذه الأعداد سوف أشطب على 65 وأكتبه هنا في المرتبة الأولى ننتقل الآن للعدد الموالي لدينا أرقام عشرات الأعداد هي 4 4 5 4 5 أي لدينا رقمين هما 4 و 5 5 هو أكبر رقم إذن لاحظوا معي لدينا عددين 54 و 56 لهما نفس رقم العشرات الذي هو 5 هنا سوف ننتقل لمقارنة أرقام الوحدات إذن رقم وحدات العدد 54 هو 4 رقم وحدات العدد 56 هو 6 وبالتالي 6 أكبر من أربعة إذن 56 أكبر من أربعة وخمسون هنا سوف أشطب على 56 وأكتبه في المرتبة الثانية ننتقل للعدد الموالي نلاحظ دائما أرقام العشرات رقم عشرات العدد 48 هو 4 رقم عشرات العدد 41 هو 4 رقم عشرات العدد 54 هو 5 ورقم عشرات العدد 3 و 40 هو 4 إذن لدينا 4 و 5 أكبر رقم هو 5 وبالتالي 4 و 50 هو أكبر عدد من بين هذه الأعداد أشطب عليه وأكسبه في المرتبة الثالثة الآن لدينا ثلاث أعداد لها نفس رقم عشرات الذي هو أربعة سوف أنتقل لمقارنة رقم الوحدات ثمانية واحد وثلاثة ثمانية هو أكبر رقم وحدات إذن سوف أخذ ثمانية وأربعون أكتبه هنا الآن لدينا واحد وأربعون وثلاثة وأربعون عددين لهما نفس رقم العشرات أنتقل لمقارنة رقم الوحدات واحد مع ثلاثة ثلاثة أكبر من واحد إذن ثلاثة وأربعون أكبر من واحد وأربعون أكسب ثلاثة وأربعون هنا إذن العدد الأصغر من بين هذه الأعداد هو واحد وأربعون الآن لرقم ثلاثة أحسب المجموع واحد وثلاثون زائد اثنى عشر دائما نحافظ على الوضع الصحيح للعملية أي وحدات تحت الوحدات وعشرات تحت العشرات لدينا رقم وحدات العدد واحد وثلاثون هو واحد ورقم وحدات العدد اثنى عشر هو اثنان إذن نضع اثنان تحت واحد أي وحدات تحت الوحدات رقم عشرات العدد واحد وثلاثون هو ثلاثة ورقم عشرات العدد اثنى عشر هو واحد إذن نضع واحد تحت ثلاثة أي عشرات تحت العشرات ثم نبدأ بإنجاز العملية بدءا من اليمين أي نبدأ بالوحدات واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة نضع ثلاثة تحت الوحدات ثم ننتقل لحساب العشرات ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة أضع أربعة في جهة العشرات إذن واحد وثلاثون زائد اثنى عشر تساوي ثلاثة وأربعون ننتقل للعملية الثانية سبعة وستون زائد ثلاثة وثلاثون نحافظ على الوضع الصحيح للعملية يعني وحدات تحت الوحدات وحدات العدد سبعة وستون هو سبعة وحدات العدد ثلاثة وثلاثون هو ثلاثة أضع ثلاثة تحت سبعة وأحسب سبعة زائد ثلاثة كيف أحسب سبعة زائد ثلاثة؟ أضع سبعة في ذهني وأضع ثلاثة على أصابع سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن سبعة زائد ثلاثة ستساوي عشرة هنا عشرة رقم وحدات العدد عشرة هو صفر إذن أضع صفر أي رقم وحدات العدد عشرة تحت أرقام الوحدات إذن ثم واحد أي رقم عشرات العدد عشرة أضعه هنا لاحظوا معي في جهة العشرات أضيفه هنا أكسبه صغيرا هنا يسمى الاحتفاظ ثم أبدأ بالحساب واحد زائد ستة تساوي سبعة سبعة زائد ثلاثة ماذا تساوي عشرة وأكسبها هنا إذن سبعة وستون زائد ثلاثة وثلاثون تساوي مئة أنتقل للعملية الثالثة ثلاثة وعشرون زائد ثمانية عشر أحافظ على الوضع الصحيح دائما وحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات رقم وحدات العدد الثلاثة وعشرون هو ثلاثة ورقم وحدات العدد الثمانية عشر هو ثمانية إذن ثلاثة زائد ثمانية مدى ستساوي أضع ثمانية في ذهني لاحظ دائما لأسهل العملية أضع العدد الأكبر في ذهني واضح أضع ثمانية في ذهني وثلاثة على أصابعي ثم أحسب ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر ثمانية زائد ثلاثة ستساوي إحدى عشر رقم وحدات العدد إحدى عشر هو واحد أكتبه هنا رقم عشرات العدد إحدى عشر أقوم بالاحتفاظ به في جهة العشرات هنا وأضع علامة زائد إذن واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة وبالتالي ثلاثة وعشرون زائد ثمانية عشر تساوي واحد وأربعون السؤال رقم أربعة أضع علامة تحت أطول شمعة نلاحظ الشموع أطول شمعة هي الشمعة الموجودة بالمرتبة الثانية على اليمين إذن أضع علامة تحت هذه الشمعة السؤال رقم خمسة إلى كم تشير الساعة؟ نلاحظ الساعة الموجودة على اليسار لاحظوا معي لدينا عقرب صغير وعقرب كبير عقرب صغير في اتجاه الثالثة وعقرب كبير في اتجاه الثانية عشر دائما الساعة تشير في اتجاه العقرب الصغير إذن تشير الساعة إلى الثالثة السؤال رقم سبعة أكمل كتابة أيام الأسبوع لدينا يوم الثلاثاء ما هو اليوم الذي قبل يوم الثلاثاء؟ إذن هو يوم الاثنين نكسبه هنا في المرتبة الأولى بعد يوم الثلاثاء يأتي يوم الأربعاء إذن الأربعاء في المرتبة الثالثة ثم الخميس ما هو اليوم الذي بعد يوم الخميس؟ هو يوم الجمعة نكسبه هنا ثم اليوم الذي يأتي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت نكسبه هنا وأخيرا الأحد Adaptation Pour les mathématiques on a la question 8 Je colorie les étiquettes du nombre 6 On va colorier les étiquettes du nombre 6 La première étiquette 1 plus 5 1 plus 5 ça donne 6 Alors on va colorier cette étiquette La deuxième étiquette 3 plus 3 Alors on a 3, 4, 5, 6 Donc 3 plus 3 ça donne 6 Alors on va colorier cette étiquette aussi La troisième étiquette 6 On va la colorier La quatrième étiquette 6 plus 1 6 plus 1 ça donne 7 Donc on ne va pas colorier cette étiquette La dernière étiquette 3 plus 4 3 plus 4 on a 4 plus 3 Alors 4, 5, 6, 7 Donc on ne va pas colorier cette étiquette